أخبار من الحدث البرلمان الإيراني يلزم الحكومة بالانسحاب من اتفاق نووي إذا لم ترفع العقوبات الحوار الليبي يتواصل في مدينة طنجة المغربية وتأجيل سفر نواب الأغدام سلحين انتهاء اجتماعي لجنة 13 واشنطن تسعى لتدقيق شامل بعمليات مصر في لبنان للاشتباه في عملية فساد والبنك الدولي يحذر من ركود طوي بايونتيك وفيسر تقدمان طلبا للحصول على ترخيص لقاح كورونا بأوروبا والأمم المتحدة تدعو لجمع 35 مليار دولار لمواجهة تداعيات أهلا بكم البداية من إيران حيث صوت البرلمان اليوم وبشكل نهائي على قانون لصالح خطة أطلق عليها خطة العمل الاستراتيجي لرفع العقوبات وحماية مصالح الشعب الإيراني والتي إذا تمت الموافقة عليها بشكل نهائي فإنها ستوقف تفتيش الوكالة الدولية للمنشآت النووية وستفرد قيودا على عمليات التفتيش كما صدق البرلمان على إلزام الحكومة برفع تخصيب اليورانيوم حتى 20% وفي اجتماع له قرر إعادة العمل بمفاعل آراك للماء الثقيل كما كان عليه قبل الاتفاق النووي عام 2015 كما صدرت قرارات عدة من البرلمان منها إطلاق ألف جهاز طرد مركزي من طراز IR 2M في الجزء تحت الأرض من منشآة نتانس وتركيب ألف جهاز طرد مركزي من طراز IR 6 بعد أقل من أربعة أشهر في فورتو مشاهدين نبقى في إيران مع زيادة حدة التوتر في هذا البلد بين إيران والدول الغربية وردا على عملية اغتيال العالم الإيراني محسن فخري زادة منح البرلمان أطراف الاتفاق النووي مهلة شهر لرفع الحظر المصرفي والنفطي بالكامل عن إيران كما أقر قانونا تحت مسمى الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات وحماية المصالح الإيرانية بهدف إجبار الولايات المتحدة على إلغاء العقوبات على إيران وإذا تمت الموافقة عليه بشكل نهائي فإنه سيلزم الحكومة الإيرانية على فرض قيود على عمليات التفتيش للمنشآت النووية والتي تجريها الوكالة الدولية بالطبع في الداخل الإيراني وبموجب القانون سيتم رفع تخصيب اليورانيوم إلى 20% إضافة إلى إعادة العمل بمفاعل أراك للماء الثقيل كما كان عليه قبل الاتفاق النووي عام 2015 كما دعا البرلمان إلى تفعيل ألف جهاز طرد مركزي من طراز IR-2M هذه الأجهزة موجودة في منشآت نطنز بالطبع إضافة إلى تركيب ألف جهاز طرد مركزي آخر من طراز IR-6 في منشآت فوردو نووية ووفقا لوسائل إعلام إيرانية فإن القانون يلزم وكالة الطاقة الذرية الإيرانية بتدشين مصنع لإنتاج اليورانيوم في أصفهان وبدوره حذر المدير العام للوكالة الدولية من أن القرار الذي أقره البرلمان الإيراني لن يفيد طهران يذكر أن البروتوكول الإضافي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الذي وافقت عليه إيران يسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش المنشآت النووية الإيرانية من دون انذار مسبق في الوقت الذي يرونه مناسبا اشتركوا في القناة أفدت وسائل أعلام الليبية نقلا عن مصدر نيابي في طنجاب المغرب أنه تقرر تأجيل سفر نواب الليبيين اليوم إلى غدامس لحين انتهاء اجتماعي لجنة 13 زا 13 الليلة أو غدا وانتظار ما سينتج عنه وكان وفتاني من مجلس الدولة التابع لحكومة الوفاق والبرلمان الليبي قد استأنفت تفاوض اليوم حول المناصب السيادية لإخراج الملف من عنق الزجاجة اللقاء يتزامن مع أعلان الأمم المتحدة عن بدء اجتماعات الملتقى السياسي الليبي ليبي في تونس قال العضو في المجلس الأعلى للدولة في المفاوضات السياسية الليبية في المغرب محمد أبو سنينة قال إن مسارات الحوار الليبي إيجابية تسعى لتحقيق الاستقرار في ليبيا من خلال جهود وفدي الحوار عن مجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب في توحيد المؤسسات الليبية من خلال الاطلاع بدورهما في توحيد الأجسام القيادية السياسية في ليبيا المسار الدستوري فيما يخص الخارطة حقيقة في نقاط إيجابية هنا تجدر الإشارة إلى أن ما يقوم به فريق الحوار عن مجلس الأعلى للدولة والنواب هو في إطار الاتفاق السياسي في المدة 15 من اتفاق سياسي تنص على أن هذا حق أصيل للمجلسين وتعيين مناصب أو شاغل المناصب السيادية السبعة البعثة طبعا نحن المسارات هذه كلها متوازية هي تصب في خانة واحدة هي استقرار الوطن والخروج حقيقة من هذه الثنائية في كثير من الأمور في الحكومة وفي المناصب السيادية والتوحيد هذه المؤسسات بما يعود بالنفع على الدولة إن شاء الله تعالى قريبا من جانبه أكد العضو عن وفد المجلس الأعلى للدولة في المفاوضات السياسية الليبية في المغرب موسى فرج أن الوفدين سيناقشان غدا جملة من الآليات اقترحها سابقا العضاء الخمسة والسبعون في الحوار السياسي لاختيار أعضاء السلطة التنفيذية مغد إن شاء الله سنناقش في جملة من آليات اختيار السلطة التنفيذية هذه الآليات بعثت لنا بها البحثة الأمم المتحدة وهي آليات مقترحة من الأعضاء المشتركين في الحوار السياسي الخمسة والسبعيني فسنناقشها غدا إن شاء الله لكي يتم اختيار إحدى هذه الآليات أو بعض هذه الآليات لكي يتم بموجبها اختيار أعضاء المجلس الرئاسي الرئيس والنائبين وأعضاء وأيضا اختيار رئيس الحكومة المرتقبة وهي السلطات التنفيذية التي تستولى خلال المرحلة التنفيذية القادمة لنأمل أن تكون في حدود سنة حتى تجري انتخابات عامة في البلاد بإذن الله وينضم إلينا من العاصمة المغربية رباط مراسل حدث عادل الزوبيري مرحبا بك عادل نستطلع منك آخر المجريات ضمن مسألة الحوار في في المغرب في طنجة على وجه التحديد مرحبا تتواصل الجلسة الثالثة في الجولة الرابعة في اليوم الثاني من الحوار السياسي الليبي الوفداني الليبياني في هذه الأثناء يواصلان مناقشاتهما بخصوص المناصب السيادية بحسب مصادر العربية عفوا بحسب مصادر الحدث وقع نوع من التشنج بين الوفداني الليبياني في بداية هذه الجلسة ولكن الأمور سرعان ما عادت إلى هدوئها وعاد الوفداني إلى تبادل وجهات النظر هي جلسة مغلقة أمام وسائد الإعلام هي جلسة من المرتقب بحسب استيناريو الأولي وفق المنظمين أن تكون جلسة ختامية لهذه الجولة الرابعة من الحوار السياسي الليبي في المغرب ويتبعها بيان ختامي يعلن عن التفاهمات جديدة في حال التوصل إليها ولكن يبقى احتمال تأجيل اختتام هذه الجولة واردا والبرور إلى جلسة أخرى يوم غد الأربعاء احتمال وارد بالعودة إلى اجتماع مجلس النواب الليبي المرتقد في مدينة غدامس الليبية في حال اختتام الجولة الرابعة من الحوار السياسي الليبي الليبي هنا في المغرب يبقى سيناريو صفر جماعي لنحو 120 نائبا برلمانية ليبيا صفر مباشر من مدينة طنجة المغربية إلى مدينة غدامس الليبية هذا الاحتمال يبقى واردا على اعتبار أن نحو 120 نائبا ليبيا لا يزالون متواجدين في مقر الإقامة في مدينة طنجة المغربية طبعا هناك احتمال آخر هو إمكانية استمرار هذه الجولة وبالتالي استمرار النواب الليبيين في الإقامة في المغرب يبقى اجتماع غدامس الليبية بحسب مصادر الحدث مرتبطا بنتائج الجولة الرابعة من الحوار السياسي الليبي الليبي هنا في المغرب ومن ثم يبقى التاريخ يتأرجح بين احتمال اختتام هذه الجولة اليوم أو تأجيلها إلى غاية يوم غد لا تزال التسريبات عن جلسة اليوم قليلة ولكن الأكيد أن الوفدان سيحاولان لأن هناك ضغوط تمارت عليهم من طرف الرأي العام الليبي وكذلك من طرف الأم المتحدة للتوصل إلى تفاهمات سياسية لتوحيد المؤسسات السيادية الليبية ما يعني أن الوفدان للجولة الرابعة على التواري لا يزالان يخوضان في المناصب السيادية وتوحيدها ومحايير اختيار الشخصيات الليبية التي تتقود المرحض الانتقالية التي يقود المفاوضون في المغرب يجب أن لا تتجاوز سنة واحدة لاستعداد للانتخابات التشريعية والبرلمانية وفق الخريطة الزمانية المحددة من طرف الأمم المتحدة نعم شكرا جزيلا لك زميل عادل زبيري مراسل الحدث كنت معي من العاصمة المغربية الرباط أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة دعمها لقرار المؤسسة الوطنية للنفط تجميد إيرادات مبيعات النفط في حسابة المصرف الليبي الخارجي ووقف تحويلها إلى المصرف المركزي لحين إيجاد آلية تضمن توزيع هذه العائدات بشكل عادل وفي بيان قالت الحكومة إنها تابعت عن كثب الكلمة التي وجهها رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بيترابلوس مصطفى سنع الله والتي أفصح خلالها عن حجم الفساد الذي يشوب عمل مصرفي ليبيا المركزي برئاسة الصديق الكبير ويأتي موقف الحكومة الليبية ليضيق الخناقة على دائرة محافظ المصرف المركزي المدعوم من قبل قيادات الأخوان حددت المفوضية العلية للانتخابات في ليبيا موعدا للانتخابات في يوم الرابع والعشرين من ديسمبر العام المقبل وأكدت المفوضية التزامها بتخصيص الميزانية المالية الكافية لتغطية تكاليف تنفيذ عمليتي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية العام المقبل نضم إلينا من القاهرة الصحفية ليبي عبدالباصط بن هامل مرحبا بك أستاذ عبدالباصط نريد أن نعرف ما هي الإعلان عن إجراء الانتخابات وفيما إذا بالفعل ستجرى خاصة وأن البعض يتحدث مسألة الدستور يجب أن يستفتع عليها البعض يقول الانتخابات أولا الدستور أولا والأمور ضائعة في هذه التفاصيل أولا مسألة خير السيد الحسين مسألة نور هي طبعا الميزانية أولا يعني رئيس المفوضي العليم الانتخابات دائما في كل المحطات وفي كل اللقاءات التي يجريها مع السياسيين أو الأطراف الليبية أو الخارجية نراه يطلب الميزانيات ولكن لا يمتلك الآلية لإجراء الانتخابات ولا يمتلك أيضا قرار سياسي حقيقي نابع من السلطات الموجودة في ليبيا سواء في الشرق أو في الغرب بأنها حقيقة تريد إجراء الانتخابات أنا حقيقة أشك في إجراء الانتخابات في نهاية العام المقبل وربما حتى 20-25 لن تجرى الانتخابات في ليبيا في ظل الانسداد السياسي نحن نتكلم بواقعية ولسا تشاؤما أستاذ حسين لأن الأطراف الليبية لم تصل حتى الآن إلى إنهاء المرحلة الانتقالية والذهاب إلى مرحلة الانتقالية خامسة مرهقة جدا على صعيد الإنساني والاجتماعي داخل ليبيا والتي أدت لانقسامات كبيرة جدا في المؤسسات الدولة التي نرى الآن حالة تشضي فيها وبالتالي أنا أرى أنها فقط مسألة عاطفية استعطاف للشارع أو أنه تنويم مغناطيسي للشارع الليبي لمدة عام آخر قادم استنزاف طالما ما فيش عندنا خطوات عملية على الأرض ما عندناش آلية لإجراء انتخابات ما هي الآلية وهل فعلا ستكون انتخابات رئاسية وبرلمانية فقط معا أو أنها برلمانية فقط لأن هناك فريق لا يريد انتخابات رئاسية في ليبيا العديد من هذه المسائل لازالت شائكة هيك على أن البعثة نفسها حقيقة لم تفسح أو لم تضع آلية حقيقية لإجراء انتخابات في ليبيا هي الآن تجري حوار ما بين أطراف ليبيا بعض من الأطراف الليبيا عبر تطبيق زوم حتى بشكل مباشر يعني لم تستطع إجراء الحوار الرابع بشكل مباشر الاختيار الرئيس قد يكون كورونا السبب يا صلى الله عليه وسلم يعني قد يكون كورونا هو السبب والله هي كورونا السبب نعم هي مشكلة صحيح أنا متفق معك كورونا هي السبب ولكن باستطاعتهم في ظل التدابير الصحية والاتخاذ الإجراءات اللازمة والضوابط يمكن الإجراء الحوار مباشر يعني كان لهم لقاء في تونس مباشر لكن أنا عبر تطبيق زوم يعني تقرير مصير ليبيا هل أمر خطير يعني يعني بضغطة زر تستطيع أن تطبق أو تقفل على أي شخص وتستطيع أن تسمح لأي شخص وتستطيع أن تمرر ما تريده من هذا يعني هي حوارات مباشرة وسقطنا في 2015 ومررت البيعثة الأممية في تلك السنة أجندات نرة داعياتها على الوضع الليبي فما بالك بتعبر تطبيقات وعالم افتراضي يعني خطير جدا يمكن فيه بضغطة زر إزاحة كل الأرواة وتمرير الرأي واحد تراها استفني أو حتى تنصت على هذه المفاوضات أستاذ عبدالباصط وتأثيرات الأطراف الخارجية خاصة عندما تكون هناك حوارات من الممكن أن تقصي طرفا يعني خارجيا عن التدخل في ليبيا صحيح شوف الحوار مثل هذه الحوارات الشائكة والصعبة جدا لا ينفع فيها نظام التصويت أبدا هذه الحوارات يجب فيها التوافق أن تكون فيه كل الأطراف فراضية بشكل على الأقل ليس 100% ولكن على أقل تقديل 70-80% لا أن يكون فيه مغالبة يعني إذا كانت فيه نحن صوتنا الآن دخلنا للتصويت فيه طرف سيخسر هذا التصويت ويشعر أنه خاسس سيفسد هذا الحوار نهائيا وسنعود إلى نقطة الصفر ولن يكون فيه يعني نحن لسنا في وضع مثالي جدا ووجود فيه الهيكل العمل عليه لملء الفراغات السياسية ملء رئيس الحكومة وملء رئيس المجلس الرئاسي ونوابه والحكومة وغيرها هذا مش موجود عندنا للأسف نحن نفتقد الهيكل التنظيمي للعملية السياسية في ليبيا إذن لا ينفع فيه نظام المغالبة هذه أطراف رأتها البعثة أنها أطراف تتصارع على السلطة في ليبيا إذن جمعتها على طاولة الحوار للتوافق فيما بينها جميل جدا كويس نحن قابلنا بذلك على ما فيه من عيوب وغيرها من المعايير التي تخفيها البعثة في اختياراتها إذن يجب أن يكون فيه توافق وقبول من كل الأطراف بهذه المخرجات لكن نذهب إلى نظام التصويت هذا سيكون كارثة يعني طيب مسألة الحوار في المغرب يا أستاذ عبد الباصط ومسألة الحوار في تونس متفق على أن الحوار متكامل بين نتائج المغرب ونتائج تونس بمعنى أنه لا طرف يمكن الهيمنة على دور الطرف الآخر خاصة مع تعالي الأصوات الأخيرة من كثير من النواب الليبيين القول بأنه لا يمكن للجنة الحوار في تونس أن تصادر دور البرلمان المنتخب من الشعب وللأسف هم النواب هم الذين تركوا البعثة تسرح وتمرح وأن تصنع لجنة حوار بمثابة مجلس تشريعي يخطط في قرارهم وهم الذين قسموا فيما بين أنفسهم وكل الليبيين يعرفوا هذا الشيء لذلك الآن يسعون جاهدين حقيقة نحن نقف مع هذا الرأي أن يكون لديهم لقاءات يراء بالصدع وأن يجمع مجلس النواب أين كان في ليبيا في غدامس والذهاب إلى بنغازي نحن مع مجلس النواب لإنهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا لجراء الانتخابات بشكل عاجل وسريع لكن هم الذين تركوا الفرصة من أجل هذه الحوارات الجانبية الدائرة وبالتالي نرى أن ستيفان اختطفت منهم القرار لأنهم الذين فشروا في العملية السياسية طيلة سنوات الماضية وهم الذين أوصلون بهذه الطريقة السيئة أن استطاعت ستيفاني أو غيرها من المتعاثين الذين استطاعوا إدارة الحوار قبلها غسان سلامة أن يدير الحوار كيفما شاءوا وتفردوا في ذلك وأدخلوا أجسام غير ذات شرعية أو ذات صلة أصلا بالأزمة الليبية يعني مثلا المستقلين وين علاقتهم بالوضع الليبي يعني مستقلين قادمين من أجل المخابرات خارجية من أجل تمرير الأجندة يعني يعاديه من نسبة أكثر من 50% في لجنة الحوار وهذا أمر كارثي يعني أن يتم في تمرير شخصيات أيضا لا تمتلك سلة بالواقع الليبي وعلى الأرض ليس لها ثقة مثل عبد الرزاق العرادي وتنظيمات إخوانية وغيرها وأيضا سمحوا يعني اليوم ونحن نتحدث معكم في جسد جوي مرتبط مع ما بين تركيا ومع قاعدة الوطير العسكرية يعني في ست ساعات أو أربع ساعات وصلت الطائرتين عسكريات يعني حتى حوار الطائرات لم يتوقف وإذن هذا الحوار سيفشل حتى مخرجاتا لن يتم تطبيقها على أرض الواقع طالما أن البعثة الأممية لا تريد الحديث بواقعية أن هناك دولة تخرق هذه الاتفاقيات اتفاق جينيف الذي نص على أن كل خروج المرتزقة ووقف التدخلات الخارجية والاتفاقيات العسكرية الموقعة سواء على صعيد التدريب وغيرها لكن تركيا لا لأن مستمرة يعني نتكلم لك من ساعات الصباح الأولى وحتى هذه اللحظة هناك طائرة الآن تهبط في قاعدة الوطي العسكرية ليست محملة بالورود للليبيين محملة بالذخائر وبالمرتزقة والعتاد وغيرها وهذا الأمر لا يهدد الليبيين فقط الآن ليبيا دولة فاشرة بكل ما تعنيه كلمة هذه الكارثة التي تجري في ليبيا تهدد أمن المنطقة قنبلة انفجرت ليست استنفجر انفجرت الآن في وجه كل دول المنطقة بما فيها دول المتوسط الصامطة مثل إيطاليا والداخل الآن في صراعات داخلية جانبية حول ملف الليبي وأيضا دول الجوار نعم شكرا جزيلا لك من القاهرة الصحفي الليبي عبدالباصط بن هامل على كل هذه التفاصيل نشرتنا مستمرة فيها بعد قليل سلوفينيا تصنف حزب الله منظمة إرهابية وتقارير تتحدث عن احتمالية فرض واشنطن عقوبات على مصر في لبنان هناك خطوات للنجاح خطوات للعمل خطوات للحوار خطوات لكل شيء وهنا تبدو الأمور مختلفة حيث تتأثر حياة الناس ونحن نسأل ونناطش لا نتقيد بالخطوات خارطتنا هي المعلومة وهدفنا هو ذلك الحدث سيديو الحدث مع محمد أبو عبيد يوميا أثانية عشرة على شاشة الحدث اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر 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 أهلا بكم من جديد أدرجة سلطات سلوفينيا حزب الله اللبناني كمنظمة إرهابية تهدد السلامة والاستقرار وأوضحت الحكومة سلوفينية في بياننا أنها اتخذت القرار تماشيا مع تقرير مجموعة التنسيق التي حققت في أنشطة الحزب المرتبطة بالجريمة المنظمة والإرهاب والأنشطة العسكرية على المستوى العالمي وكانت لتافيا قد اتخذت خطوة مماثلة أمس وأعلنت إدراج حزب الله كمنظمة إرهابية بجناحها السياسي والعسكري انتقد البنك الدولي السلطات اللبنانية بسبب غيابها المتعمد لعدم إيجاد إجراءة فعال على صعيد السياسات الاقتصادية متوقعا تباطؤا في النمو الاقتصادي الحقيقي إلى 19.2% في 2020 وبحسب البنك الدولي فإن لبنان سيعاني في الفترة المقبلة من ركود شاق وطويل مضيفا أن تقرير المرصد الاقتصادي للبنان نفذ بأن الفقرة سيواصل التفاقم على الأرجح ليصبح أكثر من نصف اللبنانيين فقراء بحلول 2021 أعلن الرئيس الفرنسي إمانو الماكرو أنه سيرعى غدا مع أمين عام الأمم المتحدة مؤتمر دعم لبنان الذي سيركز على المساعدات الإنسانية فقط وهو الثاني من نوعه تحت عنوان مجموعة الدعم للبنان هذا المؤتمر سيشارك فيه أكثر من ثلاثين دولة وحكومة إضافة إلى مجموعة من الوزراء والمؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي يتي هذا تزامنا مع سعي أمريكي لتدقيق شامل في عمليات مصر في لبنان للاشتباه في عمليات فساد وغسيل أموال مرتبطة بحزب الله بحسب ما أوردت صحيفة Wall Street Journal ما يجري في لبنان وتفاصيل أكثر خاصة في الشأن الاقتصادي سيفصح عنها من خلال تقريره الزميل توني مزرعاني مرحبا بك يا توني ما الجديد فيما يخص الشأن الاقتصادي في لبنان ومؤتمر الداعمين يعني غدا ستظهر بعض الحقائق حسين لكن ما رصدته اليوم هناك تخوف فعلا أن يتم فرض عقوبات أمريكية على مصر في لبنان إذن في التفاصيل حسين رغم ظروف لبنان الاقتصادية والإنسانية غير المسبوقة التي يمر بها والانتكاسة التي ألمت بالمبادرة الفرنسية نافذة أمل جديدة تفتح الباب لتوفير المزيد من المساعدات الإنسانية الطارئة وذلك من خلال إصرار الرئيس الفرنسي بالتنصيق مع الأمم المتحدة بتأمين مؤتمر دعم من أجل توفير المزيد من المساعدات الإنسانية الطارئة للبنان إذن المؤتمر الذي سيرعاه الرئيس الفرنسي شخصيا من قصر الإليزي ستشارك فيه أكثر من 30 دولة وحكومة إضافة إلى مجموعة من الوزراء والمؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي وفي ظل غياب حكومة لبنانية جديدة رأت مصادر أنه مع عدم تحقيق إصلاحات وتفاوض مجددا مع صندوق النقد الدولي فأن هذا المؤتمر قد يكون فرصة للبنان لإعادته إلى الساحة الدولية لكن مصادر فرنسية متابعة للشأن اللبناني تساءلت هل من إذن أو أذان صاغية لدى سياسي لبنان للاستفادة من هذا المؤتمر وعدم تغليب مصالحهم الحزبية والفئوية والطائفية والشخصية على المصلحة العامة كما لم تخفي الأوساط الفرنسية دهشتها وخيبتها من انعدام المسئولية لدى سياسي لبنان كل هذا تزامن مع تقرير لصحيفة وول سريت جورنال كشف عن عزم واشنطن إصدار حزمة عقوبات جديدة لن يكون المصرف المركزي بعيدا عنها بسبب دوره في عرقلة التطقيق الجنائي وكذلك في استمراره بتغطية المنظومة السياسية الفاسدة وصولا إلى اتهام مسؤولين في مصرف لبنان بلعب دور أساسي في تأمين خدمات مصرفية لحزب الله المدرج على القائمة الأمريكية للتنظيمات الإرهابية أوساط مالية مواكبة للأجواء الأمريكية لحظة أن حاكم مصرف لبنان المركزي أمام خيارين إما الاستفاف إلى جانب المجتمع الدولي والمضي قدما في تسليم المستندات المطلوبة عن حسابات الدولة للتطقيق بها حتى ولو أدت إلى الإطاحة برؤوسا كبيرة أو الاستمرار في تغطية المنظومة السياسية وبالتالي اختياره التموضع إلى جانب هذه المنظومة التي يهيمن عليها حزب الله على كل اليوم حسيني بتوقيت 11.5 سيكون موعد واللقاء الحدث مع حاكم مصرف لبنان وبالفعل سيمكن يعطي تصريحات حتى أن التقارير تتحدث أنه من الممكن وارد أن يكون هناك عقوبات على حد حاكم مصرف لبنان شكرا جزيلا لك سيميسوني مزرعاني على كل هذه التفاصيل من بيروت ينضم إلينا الصحفي المتخصص في أشياء الاقتصادية خالد أبو شقرة مرحبا بك أستاذ خالد ثم تساؤل وتلميح وإشارة من صحيفة وول ستريت جورنال في إمكانية طرح أسم حاكم مصرف لبنان من أجل فرض عقوبات هل هذا وارد إشارة سريعة وإن كانت عن بعد بالطبع لكن الأدق هو مصرف لبنان بحد ذاته من سيخضع إلى هذه العقوبات وهناك أسماء متداولة في لجنة الرقابة على المصارف طالتها بشكل مباشر أو طولتها بشكل مباشر الصحيفة وبالتالي أن مصرف لبنان من سيتعرض لهذه العقوبات وما يؤكد صحة هذا الموضوع هو عدم قيام التدقيق الجنائي في مصرف لبنان أو المماطلة أو التسويف في القيام بالتدقيق الجنائي وبالتالي هذا يؤكد المخاوف ويؤكد المخاطر خصوصا أن مصرف لبنان لم يقدم إجابات على أسئلة الشركة التي كانت مكلفة بيئة تدقيق الجنائي ألفاريز أن مارسال بأكثر من 40% من الأسئلة التي ترحتها وبالتالي هناك اليوم محاولة إلى حذف النظر عن أهمية التدقيق الجنائي في مصرف لبنان وتضيعه أو تمنيعه بربطه من قبل النواب بتدقيق بمجمل وزارات ومؤسسات الدولة وبالتالي ما يحسم هذا القرار أسلبا أم إيجابا هو التدقيق في مصرف لبنان ومن دون تدقيق جنائي في مصرف لبنان وليس فقط التدقيق في عمليات مصرف لبنان مع الدولة إنما أيضا بعمليات مصرف لبنان التي أجراها مع القطاع الخاص ونقصد بها طبعا المصارف عندها يبين أو نستطيع تحديد الخيط الأسود من الخيط الأبيض ويبنع على شيء مقتضاه إلا أنه طالما لا تدقيق جنائيا في مصرف لبنان فأن الشكوك كبيرة جدا حول إمكانية تورط المصرف على قصد أو غير قصد بعمليات تمويل أو تسهيل لأمور حظم الله المدرج على لوائح الإرهاب ومساعدته في عملياتها المصرفية والمالية طيب أستاذ خالد مسألة العقوبات ستفاقم أكثر الوضع الاقتصادي بخاصة إذا طالت المصرف المركزي مصرف لبنان المركزي ماذا عن الاجتماع الذي سترعاه فرنسا وسيعقد في ظل عدم ثقة بالمنظومة الحاكمة ولا حتى وجود حكومة مشكلة كيف ستنعكس مقررات هذا الاجتماع على الداخل اللبناني إذا لم يكن هناك طرف يمكن التعاون معه اسمح لي بالبداية أستاذ الكريم أنوشير نقطة بلغة لهمية أنها ليست هي المشكلة الوحيدة التي يواجهها مصرف لبنانا والقطاع المصرفي ففي 25 هذا الشهر هناك المحكمة الابتدائية في نيويورك تتهم 12 مصرفا لبنانية من المصارف ألفا أو المصنفة على المصارف الكبيرة جدا بأنها ساهمت بتمويل حزب الله ودعمت حزب الله وكانت داعما له وهي معارفة طبعا بقضية بارتلت التي تخص جنود الأمريكيين في العراق في الفترة الماضية وبالتالي في حال البت بأن هذه المصارف متهمة أو في حال أدينت هذه المصارف في مطلع العام 2021 فهذا يعني أو أنها ستدفع تعويضات بمليارات الدولارات وهي عاجزة عنها طبيعة الحال أو أنها ستلحق جمال تراست بانك الذي كان واحدا من هذه المصارف الـ 12 المدرجة على لوائع تدعم وتمويل حزب الله بالعودة إلى المؤتمر الذي سيعقد غدا طبعا ليس هناك في لبنان أمالة كبيرة معقودة على هذا المؤتمر خصوصا أن هذا الدعم لن يأتي إلى الدولة اللبنانية على شكل مساعدات مالية تساعدها بسبب انعدام الثقة بالطبقة السياسية والخوف من سرقة الأموال وضياعها إنما على شكل مساعدات عينية قد تكون عبارة عن طحين ومواد غذائية وغيرها من التبرعات الكريمة من هذه الدول أولا من المتوقع أن لا تكون بالحجم الكبير خصوصا بعد انفجار المرفأ بعد انفجار المرفأ أتت مساعدات كثيرة على لبنان أعطي منها مثالين فقط لغير مساعدة الطحين التي ما زالت موجودة تحت مدرجات المدينة الرياضية في بيروت وقد طلف من أصل 7000 طون حوالي 3 أو 4 طون والبعض يذهب لأن الكمية التي طلفت قد تصل إلى ربع الطحين الموجود أما المثال الثاني فهو المزوت طبعا فقد قدمت دولة العراق مساعدة عينية بالمزوت لتمويل كهرباء لبناء لأنه لم يذهب للكهرباء ولا أحد يعرف أين ذهب المزوت قد يكون ذهب تهريبا إلى الخارج بحجة أن هذا المزوت غير صالح للمعامل اللبنانية وكذلك الأمر تبرع شركة سيمانس بمولدين بإنتاج 70 ميجاوات في الفترة الماضية للمنطقة الميكوبة استبدلت بغيب قطع غيار وإلى ما هناك لمعامل الكهرباء لكي لا تكرس هذه الطبقة السياسية على نفسها سابقة أنها نجحت فكرة سيمانس التي كانت طرحتها سابقا على لبنان وبالتالي المساعدات ستصل إلى بعض الجمعيات ولن تكون كبيرة ولن تفعل شيئا هذا صح التعبير طيب أستاذ خالد المقررات من الممكن أن تكون هناك مقررات إيجابية يعني من مؤتمر فرنسا ولكن الطريقة من أجل إيصالها إلى الناس هل ثم الطريقة من الممكن أن تكون فيها عائد اقتصادي وفائدة على اللبنانيين المتأثرين من الوضع الاقتصادي الحالي؟ يعني الأكيد أنها لن تأتي عبر قنوات الدولة صرح المسؤولون الفرنسيون بذلك علانية قالوا بأنه لا يمكن أن تصل هذه المساعدات عبر الطبق السياسي الموجود صحيح، صحيح، وبالتالي ستصل هذه المساعدات عبر جمعيات المجتمع المدني وتحديدا جمعيات الموثوقة أو المؤسسات الدولية التي تعمل في لبنان كالصليب الأحمر، اليونسيف وغيرها من المؤسسات الأمم المتحدة التي تحوز على ثقة دولية في لبنان إلا أنه كما ذكرت لن تكون هذه المساعدات كبيرة ومن غير المنتظر أن تحدث فرقا كبيرا خصوصا نتيجة ما يعانيه اللبنانيين طبعا حضرت كيمكي ذكرت أن البنك الدولي 19% توقع الانكماش في لبنان أو قلة النمو إنما هناك توقعات لصندوق النقد الدولي بأنه سيكون ناقص 25 النمو في لبنان مع تضخم قد يصل إلى 356% بحسب ستيف هانكي وبالتالي نحن أمام ركود تضخمهم من أخطر أشكال المؤشرات الاقتصادية التي سيوجهها لبنان في المرحلة القادمة هي أنه لا نمو بطالة مرتفعة وتضخم وأسعارا مرتفعة جدا شكرا جزيلا لك من بيروت الصحفي المتخصص في أشياء الاقتصادية خالد أبو شقرة باشرت قيادة عمليات غرب نينوا في خطة إعادة الانفتاح للقوات الأمنية في مركز قضاء سنجار بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية وأنقلت الوكالة عن قيادة العملية المشتركة قولها إن الخطة شملت إعادة توزيع الواجبات والمسؤوليات لتحقيق الأمن والاستقرار وتهيئة البيئة والمناخ الملائم لعودة النازحين مؤكدة أن القوات الأمنية تستمر بإجراءاتها لتحقيق كامل الأمن والاستقرار في قضاء سنجار وحداته الإدارية قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن عدد ضحايا الحرب في اليمن مذهل وغير مقبول وأضاف أن اليمن وصل إلى نقطة تحول وبات في حاجة إلى وقف إطلاق النار وقدر المكتب الأممي عبر صفحته على موقع تويتر أن نحو مائتين وثلاثة وثلاثين ألف شخص قتلوا حتى الآن جراء الصراع في اليمن والمساء الأخرى ذات الصلابه وأضاف أن القتال الدائر في البلاد سبب أسوأ أزمة إنسانية في العالم وجعل ملايين اليمنيين في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية أو الحماية بما في ذلك عشرة ملايين شخص يعتمدون على المساعدة الغذائية للبقاء على قيد الحياة تجددت المعارك بين قوات الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي في تعز جنوب اليمن واندلعت اشتباكات على جبهة الأربعين شمال تعز بعد أن حاولت الميليشيات استعادة مواقع خسرتها الأسبوع الماضي هجوم الحوثيين رفقه قصف بالأسلحة الثقيلة على مناطق سكنية على حدود المدينة اشتركوا في القناة نهاية السرين المترجم للقناة وعبر قذائف استهدفت منطقة سكنية قتلت ميليشيا الحوثي طفلين في منطقة العصيفة الحوثي قامت بإرسال عدة قذائف إلى منطقة العصيفة إحدى القذائف صغرت على حي المفتاش الذي أدت إلى قتل الطفلين وقرح ثلاثة آخرين الطفلين أحدهم عمره سبعة أشهر والآخرت ساعة أشهر أحدهم بدون الرأس والثاني كذلك يعني قسمه منتهي بالأخير دعت منظمة رايتس رادار لحقوق الأنسى ميليشيات الحوثي للإفراج عن السحفي توفيق المنصوري بعد تدهر حالته الصحية في سجن الأمن المركزي بسنعاء وطلبت المنظمة ميليشيات الحوثي بنقل المنصور فورا إلى المستشفى لتلقي العلاج والعناية الصحية اللازمة ومتابعة حالته مجددة دعوتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن السحفيين الذين أمضوا سنوات في سجون ميليشيات الحوثي كما دعت الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بالصحفيين وفي مقدمها الاتحاد الدولي للصحفيين للضغط على كافة الأطراف لتحييد الصحفيين عن أي صراع سياسي وعسكري قد يؤثر على سلامتهم وحياتهم قال موقع المونيتور نقلا عن مصادر مطلعة أن رئيس جهاز المخابرة الوطنية تركي هاكان فيدان يعمل على إعادة العلاقات بين تركيا وإسرائيل إلى سابق عهدها مشيرا إلى أن هاكان فيدان أجرى محادثات سرية مع مسؤولين إسرائيليين في إطار جهود أطلقتها تركيا لتعزيز العلاقات مع إسرائيل وأكدت ثلاثة مصادر أخرى للموقع أن عدة اجتماعات جرت في الأسابيع الأخيرة مع الجانب التركي كان واحدا منها على الأقل مع فيدان وقال أحد المصادر إن الحركة بين البلدين مستمرة على الرغم من عدم وجود سفراء في كلا البلدين منذ مايو 2018 وأفاد المونيتور بأن فيدان عقد عدة اجتماعات من هذا القبيل في الماضي لمناقشة المخاوف الأمنية المشتركة في سوريا وليبيا إلا أن الجولة الأخيرة كانت تهدف إلى رفع العلاقات إلى مستوى السفير بين البلدين ويذكر ويذكر تقرير المونيتور أن هناك قلقا متزايدا في أنقرة من أن تكون إدارة جو بايدن القادمة أكثر تشددا وحزما مع تركيا فر المئات من اللاجئين الإثيوبيين من مدينة حمراء التي تقع في أقصى شمال غرب إثيوبيا بالقرب من الحدود مع السودان بسبب المعارك المستمرة ما أدى إلى مقتل أعداد كبيرة وفرر الآخرين إلى المدن السوداني الحدودية ترجمة نانسي قنقر موسيقى 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 إذن مشاهدين ثمت عاجل الآن يرد على شاشة الحدث في ألمانيا عملية داس أدت إلى مقتل شخصين وإصابة 15 آخرين في حالة الدهس والشرطة الألمانية تعتقل سائق السيارة مزيد من التفاصيل سترد نتابع في النشرة أعلنت بايونيتيك الألمانية وشركتها فيزر الأمريكية اليوم تقديم طلب للحصول على ترخيص للقاح كوفيد 19 في الاتحاد الأوروبي وقالت المجموعتين في بيان إنهما تقدمت بطلب من الوكالة الأوروبية للأدوية للحصول على ترخيص مشروط لتسويق لقاحيهما بعد أن أظهرت الاختبارة بأنه فعال بنسبة 95% ضد كوفيد 19 أضاف البيان أن اللقاح سيكون متوفرا في أوروبا قبل نهاية 2020 في حال نال الترخيص اللاسم من المتوقع أن يكون اللقاح فعالا للغاية في الوقاية من الأمراض المصحوبة بأعراض وفعال الغاية في منع النتائج الشديدة للمرض نتوقع أن تكون فائدة هذا اللقاح كبيرة جدا ونتطلع إلى الأمام حقا إلى القدرة على نشر هذا في البداية بموجب ترخيص استخدام الطوارئ والذي آمل أن تمنحه إدارة الغذاء والدواء لنا حتى نتمكن من البدء في تغيير شكل هذا الوباء أطلقت الأمم المتحدة نداء لجمع مساعدة بقيمة 35 مليار دولار في عام 2021 للتصدي لتداعيات جائحة كوفيد-19 وقدر تقرير للمنظمة حول العمل الإنساني أن أكثر من 200 مليون شخص في العالم سيحتاجون إلى نوع من المساعدة الطارئة العام المقبل أي بزيادة نسبتها تصل إلى 40% مقارنة بعام 2020 وأضافت المنظمة أن هذه الزيادة ناجمة كليا عن جائحة كورونا التي طالت عشرات الملايين من البشر ينضم إلينا من عمان استشاري الأمراض المعدية دكتور فارس البكري مرحبا بك يا دكتور فارس أين وصلنا في مسألة اللقاحات وفيما إذا كانت بالفعل هذه اللقاحات فحالة بالنسبة المذكورة من الشركات المنتجة مساء الخير أولا مساءنا اللقاحات النتائج المبكرة أو النتائج المعلن عنها على قلب الصحافة كانت ممتازة يعني 95% للقاحين لموديرنا وفايزر ويوجد هناك طبعا مطعم أسترزينيكا بالتعاون مع جامعة أكسفورد قريبا قريبا يقولون أنه ستعلن بعض النتائج الأولية عنه لكن المطاعيم من موديرنا وفايزر قاموا هذه الشركتين بتقديم كل المعلومات خاصة بهذه المطعمين للمؤسسة الغذاء والدوائل أمريكية وعلى ضو هذه المعلومات سيتم تزويد ستم نشر تفاصيل أكثر عن هذه المطاعيم والآن واليوم ستجتمع في مؤسسة CDC لجنة المطاعيم لإقرار الناس الذين لهم الأولوية في أخذ هذه المطاعيم على أغلب طبعا سيكون من العاملين في القطاع الصحي والكبار في السن لكن هنا يوجد بعض المعلومات التفصيلية التي تملكها هذه اللجان طيب سؤال حكيم فيما إذا كان هذا اللقاح يعني يحتاج جرعة أو جرعتين مقارنة بالفيروسات السابقة بعض الفيروسات كان تحتاج لقاح واحد جرعة واحدة وينتهي الأمر البعض يتحدث بأن هذا اللقاح من الممكن وبحسب الفئات العمرية فئات تحتاج إلى جرعة وفئات أخرى تحتاج إلى جرعتين نريد أن نعرف تفاصيل طبية في هذا الشأن يعني للآن كانت الدراسات تقوم على جرعتين وهذا تم اختياره طبعا بناء من معلومات سابقة عن طبيعة المطعوم والتجارب الأولية على الحيوانات والتجارب في المرحلة الأولى والثانية حتى توصلوا إلى أن جرعتين هم يعني الكاف هو ما يحتاج الجسم لتوليد مناعة لمجابهة هذا الفيروس قد يختلف هذا الشيء في المستقبل لكن يعني يحتاج أيضا إلى دراسات أخرى لمعرفة إذا كانت مثلا جرعة وحدة تقوم باللازم في الوقت الحاضر والدراسات المتوفرة وحسب ما قامت به الشركات هناك جرعتين احتاجهم المطعوم لتحفيز جهاز المناعة لمقاومة هذا الفيروس بينهم ثلاثة سبيع وتكون المناعة كاملة بعد أسبوع من الجرعة الأخيرة يعني أنت تحتاج إلى شهر من الجرعة الأولى طيب أيضا هناك سؤال يعني مسألة الفعالية على المدى الطويل يا دكتور فارس يعني البعض يتساءل فيما إذا كان هذا اللقاح فعالا على المدى الطويل خاصة وأن التجارب أجريت والنتائج أخذت ضمن مدى قصيرة نوعا ما صحيح حقيقة هذا السؤال جوهري ومهم جدا للآن لا نعلم إلى متى ستدوم فعالية هذا المطعوم قد تكون مؤقتة مثل المطعوم الانفوانزة الذين أخذه كل موسم قد تكون لفترة طويلة لا نعرف على الأغلب سيستمر على الأقل على أقل لمدة أشهر من الدراسات التي وجهت على مناعة الأشخاص الذين أصيبوا حقيقة بالفيروس لكن هذه المعلومات لم يتم الكشف عنها ولا نعرف عنها الكثير هناك أيضا معلومات كثيرة لم يتم الإعلان عنها والإفصاح عنها سيتم تقديمها لمؤسسة الغذاء والدواء وقد نعلم أكثر عن هذه المطعوم في الأيام القادمة طيب إذن الفعالية فعالية اللقاح هذا السؤال طيب ثمت أسئلة دكتور لم يتم الإجابة عنها حتى هذه اللحظة من قبلكم أنتم كأطباء حول هذا اللقاح الآن اللقاح تقريبا يبشر بالخير قد تكون بداية كما وصفوا خبراء بالمطاعيم قد تكون بداية النهاية لهذا الوباء يعني الدراسات تمت على عدد كبير من الناس بشفافية كبيرة بمهنية عالية نسبة الفعالية للمطعومين فوق الـ 95% تغطي كل الأعمار النتائج مبشرة وممتازة بعض الأسئلة بقيت وهذا يعني متوقع يعني هذا كله تم في خلال أقل من عام في تقريبا عام إنتاج هذه المطاعيم والقيام بهذه التجارب كلها هذه الأسئلة ستبقى قد نرى أجوبتها في الأشهر القادمة لأنك تحتاج أن الناس الذين أخذوا المطعوم يجب أن تتابعهم بشكل دولي حتى تعرف متى سيستمر المناعة شكرا جزيلا لك من عمان استشاري الأمراض المادية دكتور فارس البكري مشاهدينا نشاهد الآن الصور الأولية لعملية الدهز في ألمانيا ومدينة تيريار إذن نتابع مشاهدينا هذه الصور وتنضم إلينا الزميلة الراغدة بهنا مراسلة الحدث في ألمانيا مرحبا بك يا راغدة نستوضح منك ما الذي حدث في المنطقة المذكورة نعم مرحبا محمد كما تشاهد هي منطقة فقط للمشات يبدو بأن سيارة دخلتها بسرعة كبيرة ودهست عدد كبير من المرة الشرطة كتبت على تويتر بأن هناك شخصين توفية حتى الآن وتحدثت عن عدد من الإصابات هناك صحفيين في المكان يقولون بأن هناك عشرة إصابات على الأقل هم ينقلون عن شهود عيان بأن السيارة كانت مسرعة جدا وبأن شاهدوا أشخاص يتطيرون في الهواء من بعضهم للأسف كان هناك بعض الأطفال بحسب ما نقلت إحدى الصحاف الألمانية عن سيدة كانت متواجدة هناك هناك أغلاق تام للمنطقة الآن عدد كبير من سيارات الإسعاف أيضا المدارس يبدو أنه اتصلوا بالأهالي وطلبوا منهم أن يأتوا ويأخذوا أولادهم وأنه لن يسمح لأي شخص لأي طفل بأن يغادر المدرسة لوحده هناك أيضا دعوات من الشرطة بتفادي هذا المكان بعدم التوجه إليه وعدم التحرك والأمر ما زال غير واضح الشرطة تقول الآن بأنه رغم أن سائق السيارة تم اعتقاله وبأن السيارة أخذت للأدلة فأن الدوافع حتى الآن ما زالت غير مؤكدة غير معروف حتى الآن ما إذا كان هذا الحادث يعني دوافعه إرهابية أم أي شيء آخر لأنه أصلا لم يمر وقت طويل على هذا الحادث قرابة ساعة من الآن تقريبا عندما بدأت هذه العملية ربما يكون هناك بعد قليل تفريح للشرطة ولكن الآن يتم التعامل مع عدد كبير من الجرحة عشرة حتى الآن إضافة إلى شخصين توفية في هذا الحادث مدينة تريار أريد فقط أن أشير إلى أنها تقع في غرب ألمانيا على الحدود مع لكسنبور في منطقة أو في ولاية راينمند فالس هذه المنطقة هناك من الولايات الألمانية الغنية تعتبر لم تشهد عمليات إرهابية كانت هناك عملية إرهابية ربما الأولى أو الوحيدة التي تذكر في ألمانيا منذ ثلاث في ديسمبر 2016 عندما حصلت عملية دهس في تقريبا في الوقت نفق بالذات في شهر ديسمبر في أحد أسواق الميلاد عندما دهس لاجئ تونسي عدد من الأشخاص قتل أحد عشر منهم بعد ذلك لم تشهد ألمانيا عمليات دهس كبيرة أو إرهابية لا نعرف بعد إذا كان هذا الحادث إرهابي أم لا شكرا جزيلا لك زميلة رغدة بهنام مرسلة الحادث كنت معي من برلين للتعليق على ما يجري في مدينة ريير الألمانية وعملية الدهس التي حصلت منذ قليل إذن مشاهدين بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة نشكركم على حسن المتابعة بعد قليل نشرة مفصلة مع زميلة سارة بن عشوبة إلى اللقاء اشتركوا في القناة